في كتير ناس لما يروحوا للخيار النباتي بروحوا لجوز الهند أول إشي لطعمه بزبط كتير مع القهوة ولو فوائده الصحية زي ما حكينا لأنه تأثيره على تخزين الدهون مش زي المصادر الحيوانية بس برضو كمان لأنه فيه دهون مشبعة حتى لو تركيبها مختلف بدنا ننتبه للكميات اللي مستهلكها لأنه كمان إذا مستهلك كتير كميات ممكن يأزي المشاكل الدهنيات الموجودة عنا إذا بننميز ما بين الحليب الجوز الهند والحليب البقري الحليب البقري فيه أعلى بروتين عادة الحليب النباتي إذا كان جوز الهند أو حليب اللوز ما فيهم بروتين زي الحليب البقري اللي قريب من البقري اللي هو حليب الصوية اللي بيميز جوز الهند أنه فيه بعض العناصر الغذائية المهمة زي البوتاسيوم بعض المعادن والفيتامينات المهمة خالي من الكوليسترول اللي عادة المنتجات الحيوانية بيكون فيها كوليسترول بيعطيناكها كتير طيبة للأكل ويعتبر خيار صحي للأشخاص اللي بدون ينتبهوا لكميات الكوليسترول مع الانتباه للكمية هلا الحليب والكريمة الكريمة المركزة أكتر فأكيد بكون نسبة الدسم أعلى فيه أعلى طبعيا فلما نستخدم بالطبخ برضو يعني زي ما حكينا حتى لو إنه نباتي ما فيه كوليسترول ولكن فيه دهون مشبع حتى لو إنه دهون مشبع لي فيه مش زي اللحون موجودة باللحمة بس برضو بننتبه للكمية فلما بدنا نستخدمه بالطبخ ممكن الكريمة جوز الهند نخففها بحليب جوز الهند أو نخففها بمي هيك إحنا منخفف من كمية الدهون الموجودة فيها ومنستخدمها مناخد طعمها من غير ما تكون تقيلة أو فيها مثلاً كمية دهون عالية جداً كمان عندنا زيت جوز الهند اللي له نكهة كتير طيبة بالأكل الآسيوي بشكل عام حتى بالحلويات حتى بالحلويات طعمه كتير طيب وكمان لأنه بيجي صلب خاصة بالشتة بتلاقيه صلب بحره بعدين دلوقتي طيب الزيف سائل طويل اللي بيعملوا أنظمة غزائية دلوقتي بستخدمه اه بعمية بالمية بحمايات خاصة الحمايات الخالية من النشويات وحمايات الكيتو لأنه شو بيميزوا عن الزبدة زي ما حكيت إنو ما فيه كوليسترول الزبدة فيها كوليسترول ولكن الزبدة جوز الهند أو زيت جوز الهند ما فيه كوليسترول فهذا اللي بيميزها بس كنت من أن نوضح هاي النقطة إنو حتى لو ما فيه كولسترول برضو بنا ننتبه للكميات اللي احنا نستخدمها ولكن كفاوة غزائية فيه يعني حتى في بعض الدراسات منه مفيد لصحة القلب زي ما حكينا قبل الدهون الموجودة فيه عادة الجسم بيستخدمها مباشر لإنتاج الطاقة مش لتخزين الدسم فيها نسبة منيحة من الفيتامينات والمعادن وانكها الطيب وغير انه بديل بالحلويات اللي فيها في ناس نباتيين كتير صح ما بيحب يكون فيه اي شي حيوان او فيه ناس عندهم حساسيات من حليب البقري بالكذا فيه يعتبر بديل الاشخاص اللي عندهم حساسيات دو يعملوا حلويات فيها مصادر نباتية بيزبط كمان ملمسوا بالحلويات اكيد غدا يعني مرات فيه حلويات ما بتزبط بدك انتي مثلا مصدر زبدة عشان تزبط مثلا طريقة التحضير انتي ممكن يكون بديل صحي بس درجة احتراقه بتكون عادة يمكن عالية هلا بيستحمل شوي حرارة من زيت الزيتون والله او زيت السمسم لو بدي اقارنه بزيت السمسم مسلا اللي نعتبر انه ما بصير انكيد كيري حميل يعني تقريبا متقاربين بس اذا مننقارنه بزيت الزيتون زيت الزيتون ما بيستحمل يعني ما بس نحرقه ولا زيت السمسم ما بيستحمل اه بس يعني برضه زيت السمسم ما ينفعش تطبخي فيه اه زيت السمسم دغري على السريع تقليب اطلا يا تقليب تك تك يا اما انا مرات بحطه في اخر الطبخ خالص عشان بس يدي نكهة بس ما بيتقلبش كتير عن نار اه اوكي احنا بدنا ننتبه شو نوع الزيت اللي بنستخدمه شو طريقة الطاهي اللي بنستخدمها لانه عادة مثلا زيت زيتون اذا تركتي كتير عن نار اصلا بيطلع ريحة و يخروب طعم الاكل المزبوضة فيها فبتختري كمان انتي الفلايفر اللذيذة بالطعم مية بالمية بس انت بتنصحي للنس النباتين او لالناس البدهن بدائل صحية كمان ممكن يكونوا بديل صحي له الناس اللي بنفس كيتو كمان لنباتين زي ما حكينا احنا في عنا حليب لوز وعنا حليب جوز الهند وعنا حليب الصوايا الصوايا زي ما حكينا اللو هم اكثرهم بالبروتين حليب اللوز عندنا حليب جوز الهند بفرق بنوع الدهون جوز الهند فيه دهون مشبعة زي ما حكينا أقل ضرراً من اللحوم الحيوانية أكيد ولكن كمان بدنا ننتبه للكميات لأنه في كتير ناس حتى اللي عم بيعملوا حميات كيتو مرات ما بنتبهوا للكمية لنفكروا أنه كل ما زادوا دسم كل ما كان زبطت الحمية عندهم بس كمان بالآخر هيدا الدسم الزيادة إنهاي مشهور الكالويز بدأ تدخل على الجسم الإنسان شو بتدخلي على الجسم شو بتطلعي منه حتى لو كان مصدرها نباتي كمان بدنا ننتبه للكمية اللي بنستخدمها بس زي ما حكينا قلنا بديل جيد كمصدر نباتي وغير النكهات الأسيوية والأطباق أدي بيعطيناها طيبة ومديل للكريمة لأن الكريمة العادية برضو فيها كوليسترول عالي في يعتبر بديل جيد مع طريقة التحضير الصحية بنقدر نستخدمها بالطهي كتير حلو هاي معلومات تقييمة متشكرك عليها ربع كالعادة كالعادة صراحة واكيد منحب تنطيك الحلو علينا يوم الخميس نهاردة من لأنكه بالأزرع ومتقلقه وكله حلو يعني ما شاء الله زي دائما ربع شكرا لك شكرا لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله